هل يمكن للأب أن يوهب لأحد أولاده هبى بعينها دون إخواته؟ نرجع إلى صلاح البخاري حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أعطاني أبي يعني هبى فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أريد أن أشهدك عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا إن الولد يشمل الزكور والإناس قال لا قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وفي رواية إني لا أشهد على جور وفي رواية أشهد عليها غيري فمن هنا قال العلماء تجب التسوية بين الأولاد زكورا وإناسا في الهبى يعني لكن بعض الشراح في الفقه الحنبالي بالذات قال إلا إذا وجد مسوغ شرعي يعني كأن يكون أب عنده ولد معوق أو من زو الهمم ويريد أنه يهب في حياته شيئا ليؤمن أغزم بالأسباب مستقبله أو زحمي أو العكس كأن يكون عنده ولد مبذر ومسرف ويتلف المال في غير موضعه يصرفه فيما حرم الله عز وجل فبيعطي المال الذي تعب فيه هذا الأب بيعطيه لأولادي لكن نرجع للأصل اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم حتى لا يتكون حزازات نفسية بين الأولاد إلا إذا كما قلنا تقليدا أو اتباعا للمذهب الحنبالي إلا إذا وجد مسوغ شرعي طيب